فبالتالي خلينا نقرب من الصورة بشكل أكبر ونعرف كل الأجواء والكوليس اللي بتتعلق باستضافة مباراة اليوم ما بين الأهلي والتحاد السكنداري من استاد الأهلي والسلام ملعب النادي الأهلي المهاردة من خلال زميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة النادي يا كريم أهلا بك منوارنا مساء الخير عليك يا زميل العزيز الشام برحب بك طبعا في البداية وكل تحية لكل جمهور ومشاهد قناة الأهلي أهلا بك يا كريم وصف لنا كل الأجواء اللي بتتعلق باستضافة ملعب الأهلي والسلام لمباراة اليوم المباراة الهامة ما بين الأهلي والاتحاد السكنداري بالتأكيد طبعا يعني زي ما انت قلت زميل أمير مباراة صعبة جدا عكل الفريقين سواء لنادي الأهلي ونادي الاتحاد السكنداري يمكن نادي الاتحاد ماشي بشكل مطامن وطيب جدا في بطولة الدور اللي عام بيعمل أداء مميز مع الكابتن حسام حسن وعلى الجانب الآخر لنادي الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني اللي أخد من كلامها كامير طبعا بنقوله حمد الله على السلامة يمكن فتر الفاتح كان غيابه كان على نادي الأهلي لكن كان متواجد لحظة بلاحظة من خلال كل المحاضرات كانت فيديو كونفرس بين كل لعيب تنادي الأهلي والجهاز الفني لكن نادي الأهلي ممكن استعد التدريب يوم السبت ويوم الأحد يوم السبت كانت قيادة فنية الكيفين جونسون المدرب العام ثم بعد إعلان مسحة سلبية لبيتسو موسيماني تولى التدريب يوم الأحد استعد بشكل مطابع جدا كل لعيب تنادي الأهلي كانت محاضرة متوالة يمكن استغرقت أكتر من 60 ديئة وهي المحاضرة الأولى بعد غياب أكتر من 15 يوم لبيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي تكلم عن كل الأمور أكد على ضرورة هذه المباراة أن نحن نرجع من جديد ونخش في أجواء المباراة بكل جدية وبكل قوة الرجل تكلم على صغرات نقاط القوة ضعف قراءته كانت مميزة كالعادة في المباراة الكبيرة سبب مباراة الاتحاد السكندري أو كمان لو كنا نواجه نادي الزمالك الرجل كان محضر لهذا الأمر لكن احترمنا أكيد طبعا للأمن الدوعي الأمنية مع احتفالات الكريسمس فأكيد تعديل المباراة النهاردة أمر أكيد النادي الأهلي كان عامل حسابه بشكل كبير تحضيره لمباراة الزمالك ثم مباراة الاتحاد لكن خلاص بشكل عام النادي الأهلي استعد بشكل جيد ومطامئن 22 لاعب زي ما انت ذكرتهم زميلة أمير في قائمة فريق النادي الأهلي لكن من الأشياء المطمئنة جدا للفريق النهاردة عودت أكتر من لاعب ويمكن ثلاثي كمان كان مهم جدا وغاب عن فريق النادي الأهلي خلال الأيام الماضية سواء مروان محسن ووليد سليمان وحسين الشحات قدوا أداء مميز جدا جدا فيها التدريبات الأخيرة يوم السبت وقال أحد تحديدا كمان مروان محسن كان ظهر بشكل رائع ومطامئن جدا لكن بشكل عامل كل جاهز النهاردة لها هذه المباراة على الجانب الآخر كمان يا زميلة أمير أنه ممكن عندنا إصابات في كل المباراة بيكون إصابات لكن أحدث المصابيت وهو جيرالدو جيرالدو عنده شد فيه على عضلة السمانة مشاركش نهائي فيه تدريب الأمس فبيغيب النهاردة بجانب بقى من ناصر ماهر وجونيور أجيب وإيجابية بقى كل مننا السلية وأفشة ورمي ربيع اللي بنتمنى يا رب إن شاء الله بإذن الله يعوده سريعا ليه صفوف فريق النادي الأهلي اللي شاركه سواء فيه دوري أبطال أفريقيا وأيضا كمان فيه بطولة الدوري العام أستاذ الأهلي والسلام حاجة رائعة ومميزة جدا ودرش نتكلم طبعا على كل الأمور الخاصة به أرضية الملعب التنظيم الدخول لأن تعرف مباراة اليوم هي تنظيم النادي الألف والأمر بيكون سالس جدا على الدخول والخروج وأيضا كمان كل الأمور بيكون مرتبة بشكل كبير لكن الأبرز هنا طبعا زميلة أميرة هي الإجراءات الاحترازية والأمر ده مهم جدا يعني النهاردة هتشوف في المدرجات الإعلامين المتواجدين هيكون فيه فصل تام كل يمكن إعلامي أو كل الصحفة هيكون متواجد هيكون في مسافة كبيرة جدا للصحفة والآخر لجلس جنبيل لأن الأمر ده شديد عليه بشكل كبير جدا مرائب المبرى وبيقوم بتنفيذه سواء العميد علاء مدير أمن نادي الأهلي والعميد محمود حزين أيضا كمان مدير أمن نادي الأهلي مدين التصر المتواجدين هنا على الأساس يكون الأمور كلها يعني حفاظا طبعا على سلامة الجميع وأيضا كمان لعبية النادي الأهلي يا رب ان شاء الله بإذن الله لعبتنا النهاردة تكون كالعادة على قدر مسؤولية جدية والحماس والإصرار كل مرة إن شاء الله بنتكلم عليهم مع لعبت النادي الأهلي لأن المورا من خارج الخطوط محتاجة شغل كبير جدا سواء بيتسو مسماني أو حسام حسن وداخل الخطوط محتاجة موجود أكبر للعيبة النادي الآلي للعيبة النادي الآلي كالعادة إن شاء الله تكون مصدر السعادة لكل جمهور النادي الآلي أخيراً عميري طبعاً التشكيل يعني يقدر أقول لك التشكيل المتوقع لفريق النادي الآلي هو التشكيل اللي كان في مبرطة سوني ديب يعني محمد هاني بدر بنون أيمن أشرف علي معلول السلاسي أكرم توفيق وحمد فتحي وديانج على الأطراف طهر محمد طهر وكهرباء وفئة الأمان محمد شريف ده الأبرز والأقرب حتى هذه اللحظة في متغيرات تعرف ممكن تحصل تحرك اللعيبة من فنده لقامة ممكن أي لعيب يشعر بأي شيء لكن الأقرب هذا التشكيل اللي إن شاء الله بإذن الله يكون تشكيل موفق جداً لبيتسو مسماني المدير الفني لفريق النادي الآلي بإذن الله كريم أنا بشكرك شكراً جزيلاً زمينا العزيز كريم أحمد مرئيس القناة الأهلي كان معنا من استاد الأهلي والسلام وقال لنا كل الأخبار والتفاصيل اللي بتتعلق بالأهلي وباستضافة الملعب لهذه المباراة الهمة